السلام عليكم ورحمة الله ازايكو حبيب اعملين ايه يا رب اكونوا بخير وبزحة وعافية هنعمل النهاردة طريقة حلية بارد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده والطعم اسألوني عنه ايه الطعم طحفة مش بقول كلام في الحر اللي احنا فيه والسف اللي احنا فيه اي حاجة اضطر على قلبنا حبيب قلبي بصوا الجمال ايه رأيكو في الشكل بالله عليكو تقولولي الكومنت اللي هتكتبوه لازم تقولوا رأيكو في الشكل ده والطعم ضقته طحفة مش هتبطلوا تعملوا في السيف الاولاد هيتلبوه وانتوا يا جبار هتقشقوه يلا بنا حبيب قلبي هنعملو واللي يتفرج على الفيديو قاوعه تنسو اللايك واللي مش مشترك اتمنى يشترك حبيب قلبي فضلا وليس امرض يلا بنا نشوف هنعملو ازاي نبدأ كلامنا بصلاع النبي ونسمي باسم الرحمن جبت طبق هفضي فيه كسم نجلي الطعم بقى اللي انت عايزة عايزة بالمانجة انا ناس فراولة براحتك زي ما انتو شايفين هجيب كوباية مية سخنة مية ايه سخنة بتغلي هدوب كيس الجلي بالشكل اللي انتو شايفينو ده خلاص وهنركنه على جنب مش هحطه في التلاجة علشان ما يجمدش معاي انا عايزة برد بس هجيب البولة هنزل فيها بكوباية بودرة كريم شنطيه انا جايبها خام عليها السكر والكوباية دي يعتبر نص كوباية لبن حليب لو عزتي تاني ولقيتها تقيلة هضيف وحطيت تلات معلق سكر السكر ده حسب الرغبة بالنسبة لي كان حلو جدا اللي ما بيحبش السكر كتير يحط معلقتين اتنين بس يعين بقى المعلقة واجب المضرب اليدوي هضرب الكريم شنطيه كويس جدا قطعت نفسي حبايب قلبي ليه طبعا المضرب الكهربائي بيساهل الضرب في الكريم شنطيه وبيقطر الكمية بصراحة حبايب قلبي انا للمضرب بتاعي بويس فانتو لو عندكو مضرب كهربائي طبعا هيكون افضل في دلت اضرب اضرب فيها لغاية ما نفست قطع لغاية ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه الشكل ده حبايب قلبي مش مشكلة اهي قضيت وتعاملت وكانت زي العسل بالجلي اللي احنا مدوبينه سبناه يبرد يبرد يوعد حطه دافي ولا سخن بنزل بالجلي حب حب واقلب لغاية ما اخد الكمية وكله يتجانس مع بعضه في الوقت ده هكون محضرة شفشا يكون ليه بوزة بالشكل ده عشان لما اجي انزل الخليط في الكاسات ينزل معايا بسهولة ايه رأيكو قولنا كذا مرة ما بنعملش الصعب وحاجات سهلة وبسيطة تبقى زي العسل اتمنى تجربوه حبايبي جبت الكاسات وانزلت بالشكل ده حبايبي ما بتمليش الكاس على اخر بتسيبي حبة منه او لو عايزة نصه بتحب الجلي هتسيبي نصه براحتك انا قلت بس هجمل الشكل من فوق بس بصراحة الطعم تحفة خطير جدا لقيت حبة فضلين هرميهم لا حبايبي جبت الكاس دوت وانا اللي كالته والله انا اللي كالته حبايبي قال كان عسل زي العسل في الوقت ده هدخله التلاجة هنحطه في الرف يعد ساعة ساعة ونص المهم يجمد معنا بعد ما دخلته التلاجة بيجي نص ساعة جبتي بولة او طبق فضت فيه كيس من الجلي بردك واحط عليه كبات مية سخنة بتغلي خلوا بالكو مية سخنة وهدوبه بردك بالشكل اللي احنا عملناه اول الفيديو ليه انا بعمله عشان يلحق يبرد معنا بردك مش هحطه في التلاجة لا هسيب وركنه على جنب يبرد تماما خلاص القليط دوت او الجيل يبرد معنا هنخرج الكاسات بتاعتنا هتكون جمدت معنا هنضيف بالمعلقة كده واحدة واحدة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وباردك هيدخلوا التلاجة هندخلهم التلاجة الجيل هيجمد معنا هنخرجهم ايه رأيكو في الشكل طحفة والطعم احلى الكاس دوت خدت اول معلقة تاني معلقة ما قدرتش اول ما قفلت التصوير كالتو الف انا وشيفة كويس ان انا لحقتو كما عندي حبيتين فراولة قسمتهم اربعة اربع وزي انت بهم الاربع كساب اتمنى تجربوا اتسبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة